والفاعل رفض السيد أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربية تدخل الإيراني الواضح في الشأن الداخلي البحريني من قبل إيران واعتبر التصريحات التي أدى بها حسين أمير عبداللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية اعتبرها تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن الداخلي لمملكة البحرين وشؤون مواطنيها ويتنافى مع جميع القوانين والمواثيق الدولية المنظمة لعلاقات حسن الجوار بين البلدين وانتقد الجروان استمرار المسؤولين الإيرانيين في التدخل الممنهج في شؤون البحرين والدول العربية ودعوهم للكف عن سياسة التحريض والفتن وزعزعة استقرار المنطقة كما أكد الجروان رفض البرلمان العربي لمثل هذه التصريحات التي تعد تهديدا سافرا للبحرين التي تناقض تماما مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي التي تؤكد جميعها احترام سيادة الدول والسقلالها